بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع كابلان ترباين في شابتر أربعة وفي هذا الجزء إن شاء الله هنتكلم عنه الجزء الرابع وهو كابلان ترباين إفيشنسيز كفاءات كابلان ترباين والجزء الخامس فلوريت كالكوليشن إزاي نحسب الفلوريت خلال كابلان ترباين علشان نعرف أو نرسم توزيع الكفاءات خلال مرور الفلو داخل كابلان ترباين هنبدأ بي الطاقة المتاحة عندنا وهي بتبقى البوتينشال انرجي اللي هي عبارة عن رو جي اتش في كيو أو ممكن نقول دلتا بي فرق الضغط في الفلوريت والفلوريت ده بيكون theoretical لأن في جزء من هذا الفلو بيضيع يعني أول اللوسز هيقابلنا أثناء مرور الفلو في كابلان ترباين هنلاحظ أن مش كل الفلوريت اللي هو كالكوليتد بيمر من خلال التربينة لذلك هيقابلنا لوسز اسمه فيليومتريك لوسز وبالتالي تكون الطاقة المتاحة في هذه الحالة أصبحت رو جي اتش في كيو ولكن actual القيمة الحقيقية للفلوريت بعد مرور الفلو ده الأكش والباور المتاحة مع الفلو دلوقتي هيحصل عندنا حاجة اسمها هيدروليك لوسز نتيجة الاحتكاك اللي بيتم على سطح الريش الخاصة بالكابلان وبناء عليه الجزء من هذه الطاقة بيتأخذه الرنر نفسه وبتبقى قيمة هذا الجزء عبارة عن رو في كيو في في يو وان في يو وان زائد أو ناقص في يو تو في يو تو ودي تكلمنا عليها بالتفصيل في الشابتر الخاص بفرانسيز ولكن زي ما اتفقنا دائماً في يو تو في يو تو هتبقى قيمتها بصفر لأن احنا بنخلي الفي و الفي تو بتساوي الفي اف تو وبالتالي الفي و تو قيمتها بصفر يبقى هذا الترم هيبقى بصفر دي كده الباور اللي أخدها الرنر من المية بينقلها بعد كده للشافت وأثناء نقل الباور للشافت بيحصل فقد في جزء من هذه الطاقة نتيجة الاحتكاك الميكانيكي اللي موجود في البييرنج أو التركيبات اللي موجودة على عمود التربينة ولذلك هيحصل عندنا حاجة اسمها ميكانيكال لوسيز اللي هو الفقد الناتج من الاحتكاك الميكانيكي هينتج عنه الاود بوت باور النهائي اللي هي الشافت باور يبقى دي الباور المنتجة النهائية طبعاً احنا كإنتاج للباور كده مهمتنا انتهت في إنتاج الشافت باور ولكن هذه الباور ممكن بعد كده يتركب جينيريتور على التربينة الجينيريتور ده بيبقى الانبوت بتاعه هي الباور شافت دي ومنها يخرج الاود بوت بتاعه هتبقى الالكتريك باور ويبقى فيه إفشنسي أيضاً للجينيريتور طيب لو احنا أسمنا الترم ده على الترم ده هيدينا حاجة اسمها الفوليومتريك إفشنسي اللي هي الكيو أكشوال القيمة الحقيقية للفلوريت ديفايدت باي الكيو ثيوريتيكال لو أسمنا الترم ده على الترم ده هيدينا حاجة اسمها الهايدروليك إفشنسي ولو أسمنا الترم ده على ده هيدينا الميكانيكال إفشنسي طبعا لو أسمنا الأوتبوت النهائي من التربينة على الإمبوت الأول للتربينة هيدينا حاجة اسمها الأوفارو الإيفيشنسي اللي هي هتساوي الباورشافت على رو جي إتش في كيو ثيوريتيكل أيضا ممكن نكتبها أنها هتساوي حاصل ضرب جميع الكفاءات اللي موجودة عندنا يعني حاصل ضرب الفوليومتريك إيفيشنسي في الهيدروليك إيفيشنسي في الميكانيكال إيفيشنسي طيب علشان نحسب الكيو ثيوريتيكل دي نقدر نحسبها إزاي ننتقل للجزء الثاني اللي هو بيتكلم على الفوليوم فلوريت كالكوليشن إزاي نحسب الفلوريت طبعا إحنا عارفين كقعدة عامة لحساب الفلوريت إن الكيو بتساوي المساحة اللي بيمر منها الفلوريت في الفلوستي طيب لو جينا بصينا لمسقط التربينة دي الفلوريت بيمر في هذا الاتجاه لو بصينا كمسقط عمودي عليها هنشوف كأنها دايرتين جوا بعض بالشكل ده الدائرة دي اللي هي مكان الهب مغلقة ويبقى المساحة اللي هيمر منها الفلوريت هي المساحة اللي بين الدائرتين دول المنطقة دي لو حبينا نحسب المساحة دي هحسب مساحة الدايرة الكبيرة اللي هي هتبقى باي على أربعة في الدي تيب سكوير ما تروح منها مساحة الدايرة الصغيرة اللي هي هتبقى باي على أربعة في الدي هب سكوير يبقى لو انا حبيت احسب المساحة هقدر اقول الارية هتساوي باي على اربعة في دي تيب سكوير ناقص دي هب سكوير في الفي اف طبعا هنا دي الكيو وليس الاي هنا الكيو هتساوي باي على اربعة في دي تيب سكوير ناقص دي هب سكوير في الفي اف طب ليه خدنا الفي اف لان هي المسؤولة عن الفلو وهي اللي بتكون اتجاهها عمودي على المساحة بالشكل ده